قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده ستعزز انتشار قوات النيتو في أوروبا ردا على سياسات موسكو وفي كلمة له على هامش أعمال قمة النيتو أكد بايدن أن واشنطن تعمل على تغيير حجم قواتها في أوروبا نظرا لتحديات الرهنة التي تواجهها القارة الأوروبية وقبيل انعقاد قمة النيتو أعلن بايدن إرسال مدمرات بحرية إضافية إلى إسبانيا كجزء من جهود الولايات المتحدة لتعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا